اشتركوا في القناة كده مع بعض الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اسمان الخامات ازاي قدرنا نحقق نعرف ازاي اقدر احدد الكمية بتاعتها وازاي اقدر اعمل الاسمان الخاصة بيها وعرفنا ازاي اقدر احسب اجور العمال وفي نفس الوقت اجمع كمية الاجور دي مع بعض وتكلفة الخامات واسمانها واقدر احسب المنتج بتاعي اقدر ابيع في السوق بكام ان شاء الله النهاردة احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت على مثال كده اتفقنا ان احنا هنحله مع بعض كتطبيق على اللي اخدناه هنشتغل فيه ان شاء الله النهاردة ونكمل مع بعض جزئية جديدة هنبدأ كده مع بعض ان شاء الله نشوف كده المثال اللي معنا المثال اللي احنا كنا بدأناه هو بيقول لي مطلوب عمل مؤيسة لتصنيع 1200 فستان فستان طفلة تمام من قماش الكريب هو هنا محدد لي نوع القماش وقال لي عرضه 120 سمت 8 متر 25 جنيه هو هنا مسهلة علي واي اللي بالجنيه تمام يلزم لكل فستان 2 متر واتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان هو كده سهل علي ما خلنيش اقدر اعمل لسه من اول وجديد الجزئية الخاصة باعداد اجزاء البطرون وان انا احسب طول وعرضه كل قطعة من اجزاء البطرون واشوف ازاي هعمل الحزبة بتاعته تمام هنبدأ كده مع بعض ونشوف تاني اه دي 2 متر لكل فستان من قماش الكريب يقول لي كما يلزم لكل فستان سستة سستة واحدة انا كده محتاجة لكل فستان سستة واحدة تمانها 75 ارش ونحن اتفقنا المرة اللي فاتت لما لاقي عندي الجزئية بالقرش لازم احولها للجنيه وفي الحالة دي بأسم على 100 عشان يتحول من قرش لجنيه لكل بعد كده بيقول لي ولكل 5 فستين بقرة خيط واحدة كل 5 فستين لازم ناخد بالنا كويس قوي من الاجزاء الخاصة بالمسألة بتاعتي بيقول لي لكل 5 فستين بقرة خيط واحدة معناه كده ان انا عايزة في الحالة دي اعرف كمية البقر اللي انا هبقى محتاجه يبقى هاخد عدد الفستين اللي معي اللي هما كانوا 1200 زي ما هنشوف مع بعض بعد كده ازاي هحسبها وهأسم على الخمس عشان يطلع لي عدد البقر اللي انا محتاجه تمام كده بيقول لي سمن سمن بقرة الخيط الوحدة 180 قرش زي ما احنا برضو عارفين ولسه قيلين اي قرش لازم احوله لجنيه يبقى هأسم على المين طيب بيجي بيقول لي برضو ان علشان خاطر انجز الطلبية اللي عندي دي اجور العمال اللي عندي ايه بيقول لي اول حاجة اجر التجهيز النموذج اللي هو اعداد البطرون بتاعي اللي هو الجزء العامل اللي مسؤول عن اعداد البطرون هياخد 300 جنيه اجر القص اجر القص 2 جنيه لكل متر يعني العامل اللي هيقف في قص هياخد على كل متر 2 جنيه تمام هو كده مسهل على يوم الديني بالجنيهات تمام بعد كده بيقول لي ويتم العمل في المصنع على اساس 3 خطوط انتاج كل خط يعني كل خط انتاج من اللي موجودين عندي دول مكون من 6 ماكينات يبقى انا الطبيعي لازم هاحسب عدد الماكينات اللي موجودة في التلات خطوط يبقى في الحالة دي هضرب العدد الماكينات اللي عندي اللي هما 6 ماكينات فعدد الخطوط اللي هما 3 يبقى في الحالة دي 3 في 6 ونشوف في الحالة دي يبقى عدد الماكينات اللي موجودين عندي نكمل مع بعض يقول لي ويتقاد العامل أجرا قدره 15 جنيه في اليوم يعني معنى كده أن العامل اللي قاعد على المكنة بياخد 15 جنيه علما بأن المصنع يعمل وردية واحدة يعني هو العدد الماكينات اللي موجودين عندي في الثلاث خطوط كلهم شغالين وردية واحدة بس في اليوم الواحد بيجهزولي 40 فستان تمام كده يبقى بيعمل وردية واحدة في اليوم 40 فستان يعني يقدر ينجز لي في اليوم عدد الماكينات كلها 40 فستان طيب وأجرة التجهيز والكي النهائي أهو بيقولي والتجهيز والكي النهائي بياخد العامل أجرا جنيه لكل فستان يبقى معنى كده أنه أنا أدام هو ما يحسبه في الفستان يبقى أنا لازم أعرف كمية الفستين اللي موجودة عندي قد إيه اللي احنا هنبقى عارفين الطلبية بتاعتي كانت 1200 فستان يبقى في الحالة دي العامل اللي بياخد جنيه على كل فستان هنعرف يبقى هضرب العدد في الأجرة بتاعته يبقى هنشوف أنه هو هيطلع معايا العامل هياخد حوالي 1200 جنيه هنشوف مع بعض كده هتبقى ازاي بيقولي لازم تاخد بالك أن بيتعطل الإنتاج ده برضو جزئية على اللي احنا خدناها الحلقة اللي فاتت بيتعطل الإنتاج بواقع 15% وإحنا اتفقنا أن أي حاجة 15% 20% 25% بيبقى 100 و15 على المية ده احنا قلنا ده حاجة تلقائية بنبقى عارفين أيا كان النسبة اللي بيبقى مدهاني أدم ألف المية بحط الرقم اللي هو مدهوني ده يعني 15% زي ما احنا شايفين هيبقى 100 و15 على مية دي طريقة الحزبة بتاعتي لما أجي أحطه في قلب القانون بتاعي زي ما احنا هنشوف مع بعض في طريقة الحل دلوقتي نكمل المطلوب إيه بقى بعد المعطيات اللي انت مدهاني دي كلها بقولي المطلوب إن أنا أعرف سمن تكلفة الفستان الواحد بعد إضافة نركز كده مع بعض 25% مصاريف إدارية وأرباح يبقى لازم زي ما احنا لسه متفقين دلوقتي أدم 25% يبقى لازم أعرفة هيبقى 125 على مية يبقى أنا محتاج أعرف تكلفة الفستان الواحد بعد إضافة الأجور ومعرفة أسمن الخمات وإضافة الأعطال وكمان أضيف نسبة الربح اللي عندي اللي هي 25% بعد ما أحسب ده كله أطلع نسبة أو سمن الفستان الواحد هيتباع في السوق معي أزاي نبتدي كده مع بعض نحل جزئية جزئية أول حاجة هنشتغل فيها لازم أعرف كمية القماش اللازم للفساتين اللي عندي هو أنتوا لو تفتكروا في المعطيات اللي كان مدهاني بيقولي الفستان الواحد بياخد معايا 2 متر هو كان حسب هالي تمام فقلنا هنشوف كده الطلبية كلها 1200 فستان طيب والفستان الواحد بياخد معايا 2 متر يبقى اللي 2 في 1200 اللي هو هيبقى الناتج بتاعهم 2400 متر يبقى أنا كده محتاج لعمل كمية الفستان كاملة اللي هو 1200 فستان هيطلع معايا 2400 متر تمام كده طيب 8 القماش أنا لازم أحسب التمن عشان أقدر في الآخر أطلع 8 الفستان الواحد كام 8 القماش اللي عندي هناخد جملة الأمطار اللي احنا لسه نطلعينها اللي هي جملة القماش اللي هما 2400 متر في سعر المتر الواحد كان هو مدهوني 25 جنيه اللي هو هيطلع لي في الآخر 60 ألف جنيه يبقى 8 كمية القماش اللازمة لعمل الفستان كاملة 60 ألف جنيه تمام طيب نيجي نحسب السوسط انتو لو تفتكروا برضو في المعطيات بتاعتي كان قيل لي أن احنا محتاجين لكل فستان سوسطة واحدة طيب وإحنا متعودين عشان أقدر أعرف الكمية يبقى أنا هشوف العدد في الطلبية اللي مطلوبة مني زي ما احنا نشوف كده مع بعض اللي هو السوسطة الواحدة في 1200 صح كده طيب أنا هنا كتبت التمن يعني معنى كده أن أنا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت أنا ممكن أحسب الكمية والتمن مع بعض في خطوة واحدة الكمية والتمن مع بعض في خطوة واحدة يعني مش لازم أحسب الكمية لوحديها والتمن لوحده وخدنا مثال على كده المرة اللي فاتت فأنا هنا هشوف التمن يعني هجيب الكمية اللي هي الواحد في 1200 اللي هي السوسطة الواحدة في عدد الفستان المطلوبة مني في الطلبية وهضربها في ثمن السوسطة الواحدة برضو في المعطيات كان مديني لو تفتكروا إن هي السوسطة الواحدة 75 قرش وإحنا اتفقنا أن القرش عشان يتحول لجنيه لازم أقسم على 100 يبقى هنشوف كده مع بعض هذه السستة الوحدة في عدد الطلبية المطلوبة مني اللي هما الـ 1200 في تمنها اللي هما الـ 75 على المية طلعت لي 900 جنيه يبقى تمن السستة المطلوبة للطلبية كاملة 900 جنيه وزي ما شفتوا حسبنا الكمية في السمن على طول مرة واحدة طيب نيجي بعد كده نشوف الخطوة التانية تمن البكر بكر الخيط لو تفتكروا برضو في المعطيات كان يديني أن الكل 5 فستين بحتاج بكر الخيط واحدة وساعتها قلنا أن أنا محتاج أشوف الطلبية الكاملة كام اللي هي الـ 1200 هقسمها على الخمسة عشان أعرف كمية البكر اللي أنا بحتاجها قد إيه يبقى الطلبية كاملة العدد الفستين اللي هما الـ 1200 على الخمسة هيدوني عدد البكر طب ولما يجي أضربه هضربه في الـ 180 الـ 180 دي أنت لو تفتكروا كانت بالقرش 60 ألف الخصين بكمية الأماش والـ 900 جنيه اللي هما خصين بأتمان السوسة والـ 432 الخصين بأسمان البكر يبقى مجموع أسمان الخمات المطلوبة للطلبية كلها زي ما احنا شايفين كده 61 ألف 332 جنيه نيجي بقى نبتدي في الجزئية التانية اللي هي الخاصة بأجور العمال إحنا لو نفتكر في المعطيات بتاعتنا كان هو مديني أجرة التجهيز الخاصة بإعداد البطرون كان مسهلة علي ومدهاني تلقائي زي ما احنا نشوف كده مع بعض قادي أجرة التجهيز كان مدهاني إن العامل اللي بيقوم بعملية إعداد وتجهيز البطرون كان وياخد 300 جنيه نيجي بعد كده لأجرة القص كان حسبها لي في المعطيات بتاعتنا إن لكل متر بياخد 2 جنيه لكل متر بياخد 2 جنيه طب إحنا لما طلعنا كمية العدد الأمطار اللي احنا محتاجينها للطلبية كلها لو تفتكروا كانت 2400 متر يبقى في الحالة دي الـ 2 جنيه اللي هو أجر العامل فعدد الأمطار بتاعتي هيديني 4800 جنيه زي ما احنا شايفين خلاص طيب نيجي نشوف أنا عايزة أعرف أجرة العمال اللي قاعدين على المكنة للتشغيل إنتوا لو تفتكروا كان هو مديني عدد الخطوط وعدد الماكينات اللي موجودة في الخط أنا في الأول زي ما اتفقنا لازم أعرف عدد الماكينات في الثلاث خطوط اللي شغالين هنشوف كده مع بعض أعمالها إزاي هنيجي نشوف بيقولي عدد العمال في خط الإنتاج أهو اللي هم ثلاث خطوط إنتاج اللي موجودين عندي وكل خط ست مكينات يبقى ثلاثة في ستة هيديني 18 مكينة اللي هما يبقى لكل مكينة عامل واحد اللي هو يبقى 18 عامل طيب أجرة العامل في اليوم الواحد إيه؟ هو كم الدهاني 15 جنيه يبقى 18 عامل في الخمستاشر جنيه هيديني 270 جنيه دي أجرة العمال كلهم في اليوم الواحد طيب نيجي نشوف بقى بعد كده بنقول قدرة المصنع في اليوم الواحد قدرة المصنع في اليوم الواحد أحنا اتفقنا أو هو كم الديني في المعطيات بتاعتي بيقولي إن خطوط الإنتاج اللي موجودة عندي في قلب المصنع دي بتقدر تطلعلي في اليوم الواحد إن هم عندهم وردية واحدة بيقدروا يطلعولي 40 فستان طيب أنا الطلبية بتاعت الفستين اللي عندي كلها كم فستان اتفقنا إن هي 1200 فستان طيب يبقى في الحالة دي علشان أقدر أعرف الفستين دي هتطلع في خلال قد إيه؟ هأسم الطلبية الكاملة على عدد الفستين اللي موجودة عندي أو يقدروا يطلعوها في اليوم الواحد هيبقى الـ 1200 فستان اللي هم الطلبية اللي موجودة عندي كاملة على الـ 40 فستان اللي بيقدروا يطلعوها في اليوم يبقى أنا محتاجة كده قدرة المصنع إن هم يقدروا يطلعولي الطلبية كاملة في خلال 30 يوم تمام كده طيب هسأل سؤال أنا ينفع أقول للعميل بتاعي تعالى استلم الطلبية بتاعتك بعد شهر اللي هو 30 يوم طيب افرد أنا لا قدر الله حصل عندي أي عطل لأي سبب إن كان زي ما احنا اتفقنا واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت تيب أنا لازم أعمل حساب نسبة الأعطال تمام كده نيجي نشوف مع بعض هو كامل دهاني في المعطيات زي ما احنا متفقين 15% وإحنا قلنا هنحولها تبقى 115 على 100 نشوف كده عدد الأيام بالأعطال بعد ما اضيف نسبة الأعطال بتاعتي قادي 30 يوم اللي احنا لسا نطلعينهم تمام وكامل ديني في المعطيات إن أنا ممكن أحسب نسبة الأعطال 15% يبقى 115 على 100 زي ما انتوا شايفين بعد ما أحسب القانون بتاعي ده كله هيديني 34 يوم ونص تمام كده يبقى أنا في الحالة دي أقدر أقول للعميل بتاعي تعالى استلم الطلبية بتاعتك بعد 34 يوم ونص أو طبعا بعد 35 يوم تبقى احتياطي زي ما احنا متفقين طيب أجرة العمال في المدة اللي هي بالأعطال دي ما أنا مش هديهم بس كده هما زي ما أنا بحسبهم بحسبهم وليكن بالشهر تمام إحنا قلنا إن جملة أجرة العمال كلهم كانت 270 جنيه لما هضربهم في عدد الأيام إحنا طلعنا دي أجرة العمال في اليوم الواحد طيب بالأيام يبقى هضرب 270 جنيه في عدد الأيام اللي هما هيشتغلوها اللي هو 34 يوم ونص هيطلع لي إن أجرة العمال كلهم في عدد الأيام حتى بالأيام اللي فيها عطلة 9315 جنيه تمام كده طيب نيجي نشوف بعد كده أجرة الكي أجرة الكي هو كان مسهلة علي في المعطيات وأيه اللي هو بياخد جنيه واحد ففي الحالة دي أنا أشوف الطلبية بتاعتي كانت 1200 فستان في الأجرة زي ما احنا متعودين اللي هي الجنيه هيطلع لي 1200 جنيه يبقى أنا في الحالة دي أقدر أقول إن جملة الأجور كاملة تمام أدي 300 جنيه مع الـ 4800 جنيه زائد 9315 جنيه زائد 1200 جنيه طبعا ده الجزئية الأولانية اللي هي خاصة بأجرة التجهيز وبعد كده أجرة القص بعد كده أجرة التشغيل وبعد كده أجرة الكي والتجهيز نهائي فجمعت جملة الأجور كده مع بعض هيطلع لي في الآخر 15615 جنيه يبقى دي كده جملة الأجور كاملة 15615 جنيه طيب أنا كده خلصت لا طبعا أنا محتاج أحسب جملة التكاليف بقى كلها اللي هي جملة أسمان الخمات اللي أنا استخدمتها أو اللي أنا صرفت وجبتها وتاني حاجة جملة أجور العمال اللي أنا هدفعها لهم بنسبة الأعطال بتاعتي هجمعهم كلهم مع بعض عشان خاطر يدوني جملة التكاليف هنشوف كده مع بعض دي الواحد وستين الف تلتمية اتنين وتلاتين اللي هي كانت جملة الخمات بتاعتنا اللي احنا استخدمناها زائد الخمساشر الف ستمية وخمساشر جنيه اللي هي جملة الأجور بتاعة العمال اللي موجودة عندي حتى بأيام الأعطال هيديني مجموعهم في الآخر ستة وسبعين الف تسعمية سبعة واربعين جنيه طيب أنا كده برضو خلصت الجزئية بتاعتي لا طبعا أنا لسه ما حسبتش تمن الف ستين طيب تمن الف ستين هحسبها ازاي ما ننساش ان هو كان مديني وقال لي ما تنسنيش في نسبة الربح بتاعتها صح كده كان مديني قال لي بعد كده اضافة نسبة ربح 25% واحنا اتفقنا في الحالة دي ان هي هتبقى مية خمسة وعشرين على مية فهنشوف ادي تمن الف ستين لما هاجي اجمع الأجزاء كلها لما احنا لسه جمعين تكلفة الخمات والأجور كلها مع بعض كانت ستة وسبعين الف تسعمية سبعة واربعين في المية خمسة وعشرين على مية ودي كانت نسبة الربح اللي هو طالبها صاحب المصنع هيديني في الآخر كام زي ما احنا شايفين كده تسعمية واحد سوري ستة وتسعين الف مية تلاتة وتمانين جنيه ستة وتسعين الف مية تلاتة وتمانين جنيه وخمسة وسبعين ارش يبقى تمن جملة الفستين اللي هم الف ومتين فستان ستة وتسعين الف مية تلاتة وتمانين جنيه 75 إرش طيب دي جملة الفستين هو كان طالب مني 8 الفستين كم لا لا هو طالب مني 8 الفستان الواحد أنا هبيعه بعد إضافة نسبة الربح هبيعه في السوق بكام ده اللي احنا هنشوفه يبقى جملة الفستين كانت قد كده طب أنا عايز أعرف نسبة أو 8 الفستان الواحد يبقى هقسم الأسمان دي كلها على عدد الطلبية بتاعتي اللي هي كانت 1200 فستان يبقى 96 183 جنيه 75 إرش على عدد الطلبية أو عدد الفستين كم لا اللي هي كانت 1200 هيطلع لي 8 الفستان الواحد بعد إضافة الربح بتاعي اللي هو 80 جنيه و15 إرش يبقى أنا كده في الحالة دي قدرت أوصل للطلب اللي هو كان طالبه مني بعد حساب كمية الخمات وحساب الأسمان بتاعتها والعدد العمال والأجور اللي هيخدوها قد إيه وإضافة نسبة الأعطال زي ما كان مدهاني وإضافة نسبة الربح قدرت في الآخر أقدر أعرف عدد الفستين كلها أو الأتمان بتاعت الطلبية كلها كام وأسمتها على عدد الفستين اللي مطلوبة مني في الطلبية قدرت أعرف 8 الفستان الواحد وهو دايب أنا كده وصلت نحل المسألة بتاعتي والطلب الأساسي اللي هو طلبه مني 8 أو سعر الفستان الواحد نيجي نشوف بقى بعد كده حاجة تانية جديدة هنشوفها مع بعض هي تأثير حساب الزمن في استهلاك الماكينات يعني إيه تأثير حساب الزمن في استهلاك الماكينات أنا عندي والله المصنع شغال يعني عدد ساعات طويل فطبيعي لكل مكينة أو لكل جهاز في الدنيا لفترة عمر تمام فالعمر ده الفترة الزمنية بعد ما هيستهلك أنا محتاج أغير واجيب مكانة جديدة طيب شرى الماكينة الجديدة ده هيكون على حساب مين ما هو أكيد مش هيتحمله صاحب المصنع هو الطبيعي إن هو بيتحمل على سعر المنتجات اللي هو بيطلع طب هو بيضيفه مرة واحدة لا طبعا إحنا هنشوف دلوقتي هو بيعمل إزاي هو برضو يعني صاحب المصنع يعني فهم كويس إن هو مش بيستهلك الماكينات اللي عنده لدرجة إن هي تقف نهائيا وتعطل معاه خط الإنتاج لا هو بيبيعها بعد فترة معينة أول ما بتبتدي فيه أخطاء كده بتظهر في الماكينة أو بيبتدي فيه عيب معين بيبقى موجود فيها محتاج إن هو يغير له قطع غيار بشكل مستمر وده هيعطل معاه خطوط الإنتاج بتاعه ويخليه يتأخر في تقديم الطلبية بتاعته ففي الحالة دي هو ما بيخليهاش في المصنع هو برضو محتاج إن هو يكسب فيها ففي الحالة دي بيبيعها برا بيبيعها كهالك عنده بيكسب فيها سعر معين بياخد التمن ده وبيطرحه زي ما احنا هنشوف مع بعض بيتحسب إزاي بيطرحه من سعر الماكينة الجديدة ويشوف الفرق بين سعر الماكينتين وهو ده اللي بيتحمل على المنتجات طب هل ده بيضيفه مرة واحدة لا طبعا برضو ما بيضيفوش مرة واحدة بيضيفه على عدد السنين اللي هتفضل الماكينة الجديدة شغالة هنشوف مع بعض ده بيتحسب إزاي بيقول لي كده شرح بسيط لها بنقول إن عنده شراء الآلات والأجهزة الخاصة بالعمليات الصناعية بنشوف إيه اللي بيحصل بيقول لي يحسب سمن هذه الآلات اللي هي الجديدة منقوسا منها سعر بيع الآلات الخردة الخردة اللي هي خلاص اللي أنا خلاص حسبتها أو خرقتها برا خط الإنتاج بتاعي مش معنى إن هي خردة يعني بزت نهائيا لا هنقدر أبيعها وستفيد منها وغيري يستفيد منها أنا هستفيد في التمن اللي هاخده من بيعها وغيري هيستفيد في الورش الصغيرة أو المشروعات الصغيرة أو غيره يعني أنا لما بخرجها من خط الإنتاج مش بتكون معطلة أو وقفة نهائيا لا هي بس بتأخر معايا تقديم الطلبية عن معادها الطبيعي فأنا بنتج بكميات كبيرة مش هقعد أظبط لكن اللي بينتجه بكميات قليلة مش هيحسه بالفرق أو بالعطل اللي موجود في الماكينة ده ففي الحالة دي إحنا بنبيعها هو بيقول لي بنترح ده من ده مين ده من ده بنقول تمن الماكينة الجديدة بطرح منها منقوسا منها سعر بيع الآلة الخردة بيقول لي أي بعد انتهاء عمرها الافتراضي كما يحددها المصنع الذي أنتج الآلة تمام؟ ثم يقسم سمنها نركز كده مع بعض ثم يقسم سمنها على عدد سنوات عمرها الافتراضي خلال فترة التشغيل يعني والله إحنا مشتريين الماكينة دي وفي الكاتالوج بتاعها حطيت لي العمر الافتراضي بتاعها وليكن ست سنوات عشر سنوات ففي الفرق بيع الماكينة الأديمة لما طرحوا من شراء الماكينة الحديثة يعني مثلا وليكن أنا اشتريت الماكينة الجديدة بتلات تلاف جنيه تمام؟ بعت الماكينة الخردة الأديمة بألف جنيه يبقى الفرق معايا كام؟ ألفين جنيه طبعا إحنا بندي مثال مبسط خالص إحنا لسه هنشوف مثال ونطبق الكلام ده عليه بس إحنا لو قلنا الماكينة الجديدة اللي أنا هشريها بتلاتة والأديمة بعتها أو الخردة بعتها بألف لما اطرح ده من ده يتبقى معايا 2000 جنيه تمام 2000 جنيه الشركة اللي صنعت المكينة قالتلي والله دي تقدر تعيش معايا او عمرها الافتراضي 10 سنين ففي الحالة دي بقسم 2000 على العشر سنين تمام لما بقسم التمن ده على العشر سنين بالشهور ففي الحالة دي بقدر اعرف ان انا محتاج اضيف على الطلبية اللي انا بطلعها كل يوم اضيف قد ايه كل يوم اضيف عدد جنيهات قد ايه في الحالة دي بجمع تمام المكينة من غير ما المستهلك يحس ومن غير ما انا كمان اكون دفعت حاجة من جيبي نشوف كده مع بعض ثم يقسم سمنها على عدد سنوات عمرها الافتراضي خلال فترة التشغيل بالاضافة الى مصاريف مخصصة لكل آلة وتحمل هذه المصروفات لكل آلة على السلع المنتجة خلال دورة راس المال ودورة راس المال دي المقصود بيها لسنة زي ما احنا هنشوف مع بعض المثال اللي معايا ده بيقول لي كده مصنع لملابس الاطفال لديه خط انتاج به اربعين مكينة حياك تمام كده تمن المكينة تلات تلاف جنيه تلات تلاف جنيه عمر المكينة التقديري اللي هو الافتراضي اتناشر سنة تمام كده سمانها في نهاية الفترة اللي هي بعد ما باقت خردة تلتمية جنيه يبقى لما هاباعها هتداخد معايا او الناس اللي هتشريها مني هتدفع فيها تلتمية جنيه وفيه مصاريف صيانة للمكينة في السنة خمسين جنيه تمام العمر التقديري للمكينة حوالي ده بعد ما حسبها لي هتطلع الف ومئة ساعة سنويا الف ومئة ساعة سنويا اللي هم الاثناشر سنة دول لما حسبتوهم طلعوا معايا الاثناشر سنة طلعوا معايا الف ومئة ساعة سنويا نيجي نشوف كده مع بعض المطلوب مني ايه حساب تكلفة تشغيل كل مكينة في الساعة الوحدة عايز اعرف المكينة دي هتكلفني قد ايه في الساعة الوحدة تاني حاجة احسب تكلفة تشغيل جميع الماكينات في الساعة الوحدة تمام كده نشوف مع بعض هنعمل ايه? بيقول لي اول خطوة هنعملها هو سعر المكينة بعد خصم تمن الخردة. احنا اتفقنا ان سعر المكينة كان تلات تلاف جنيه. ولما هتتباع خردة هتبقى كام? تلتمية جنيه يبقى التلات تلاف ناقص التلتمية بيديني الفين وسبعمية جنيه. خلاص كده? الفين وسبعمية جنيه. معلش دي يا واحدة. هلاص كده? يبقى التلات تلاف جنيه سعر المكينة. اطرح منهم التلتمية جنيه. تمنها لما هتبقى خردة هيديني الفين وسبعمية جنيه. طيب الصيانة بتاعت المكينة خلال الفترة. تمام? ادي احنا قلنا الخمسين في الاثناشر سنة. احنا كنا متفقين ان الصيانة خدت مني خمسين جنيه في السنة. طيب وعمر الافتراضي بتاع المكينة قلنا اتناشر اه اتناشر سنة. يبقى خمسين في اتناشر. هيديني ستمية جنيه. طيب انا دلوقتي اعايز اعرف تمام المكينة بعد ما اضيف الصيانة. اه دي سعر المكينة بعد اضافة تكلفة الصيانة. اه دي الالفين وسبعمية جنيه. اللي هو سعرها بعد ما خصمت منه تمام الخردة. اهو. زائد الستمائة جنيه الصيانة. اهي. هيديني في الآخر المجموعة 3200 جنيه يبقى 8 المكنة بعد ما ضفت لها الصيانة وطرحت منها السعر المكينة الخردة اللي احنا بعناها طلع معايا 3300 جنيه طيب تكلفة التشغيل للمكينة في العام الواحد قد ايه اللي هما تكلفتها هي نفسها اللي هي 3300 جنيه على ال 12 سنة ما نعايز اعرف في العام الواحد بس احنا اللي حسبنا ده كان في 12 سنة فانا هاسم على ال 12 هيطلع لي ان المكينة هتصرف علي في السنة ادي 275 جنيه خلاص كده يبقى تكلفة المكنة الجديدة اللي انا اشترتها في السنة الواحدة عندي 275 جنيه طيب تكلفتها في الساعة الواحدة بصو كده تكلفة تشغيل المكينة في الساعة الواحدة ما احنا لسه قيلين ان السنة الواحدة خدت معايا 1100 ساعة نبقى هجيب ال 275 جنيه اللي احنا لسه طلعينهم لها تكلفتها في السنة كلها على ال 1100 ساعة هيطلع لي 75 ارش يبقى تكلفتها في الساعة الواحدة 75 ارش طيب لما يجي اعمل لجميع المكينات احنا كانوا 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 كم مكينة احنا اشتريناهم كانوا 40 مكينة يبقى تكلفة تشغيل جميع المكينات في الساعة الواحدة احنا متفقين ان 75 ارش قدامت عملت بالارش يبقى اسمها عالمية يقمنها خليها 75 25 من 100 زي ما احنا شايفين كده فهي 25 من 100 فيه ال 40 هيديني 10 جنيه بقى دي تكلفة ال 40 مكينة في الساعة الواحدة تكلفة ال 40 مكينة في الساعة الواحدة 10 جنيه خلاص كده يبقى انا من خلال اللي احنا قلنا ده قدرت اعرف ازاي احسب تكلفة المكينة الجديدة اللي انا هاشتريها اتفقنا ان انا بعرف سعر المكينة الوحدة لما يجي اشتريها قد ايه زي ما شوفنا كده في المثال اللي معانا كان 3000 جنيه طيب والمكينة القديمة اللي موجودة عندي انا طبعا مش اخليها ولازم في نفس الوقت اكسب منها فهباعها كخردة او كهالك خدت مني 300 جنيه او هتخليني ابيعها 300 جنيه هطرح 300 جنيه من تمن المكينة الاصلية تمام وزي ما شفنا اعرفت انا هقدر اضيف نسبة الصيانة اللي انا هحتاجها ازاي قال لي والله المصنع قال لي انا بحتاج صيانة للمكينة 50 جنيه فعرفنا ازاي هنضيف تمن الصيانة عليها في السنة وبعد كده اقدر اعرف في ال 12 سنة نبق ازاي اللي هم العمر الكامل للمكينة اقدر احسب تكلفة المكينة عندي في الساعة الوحدة كام عشان اقدر اضيف سعرها على المنتج اللي هيطلع طيب انا اشتريت مكنة واحدة لا طبعا انا ممكن يكون صاحب المصنع مش مشتري مكنة واحدة وجاي طلبية كاملة زي ما شفنا في المثال عندي فلقناه مشتري اربعين مكينة فحسبنا تكلفتها كلها في الساعة الوحدة تكلفة شراء المكينات كلها في السنة الوحدة بعد اضافة الثمن الصيانة عليها وازاي ان احنا نقدر نقسمه وعرفنا هنقدر نضيف قد ايه على كل منتج في الساعة الوحدة اللي هي تكلفة شراء المكينة تمام كده نشوف بقى مع بعض مثال تاني وهو مثال عام بيطبق لي على كل الاجزاء اللي اخدناها الحلقة اللي فاتت والحلقة دي فبنقول المثال اللي عندي بيقول لي طلب احد العملاء من مصنع الملابس الجاهزة مرادة طلبية بتاعتي 300 بنطلون رجع رجالي تمام 300 بنطلون رجالي من قماش عرض القماش 140 سنطي تمام سعر المتر 40 جنيه هو الحد دلوقتي مسهلها هو علي مديهوني بالجنيه تمام بيقول لي تبقى للتصميم والمواصفات والقياسات اللي قدامنا هنشوفها مع بعض كده ايه دي شكل البنطلون ده اتفاق العميل مع صاحب المصنع بيقول لي والله انا عايز البنطلون القماش الطلبية كاملة اللي انت هتطلعها لي يبقى منظر التصميم بتاعه في الاخر بالمنظر ده طيب ايه هي المقاسات او الطلبات التانية اللي انت طلبها بيقول لي ان عايز البنطلون اللي احنا لسه شايفينه في التصميم ده بيتم تنفيزه على تلات مقاسات مختلفة بس بيكون بالتساوي ازاي يعني بيقول لي عايز المقاس الاول بيبقى محتاج 140 متر خلاص المقاس التاني هنلاقيه محتاج 130 متر هو مسهلها لي هو المسألة مدياني المعطيات بيقول لي ان مجموع البنطلونات في الطلبية الاولة او في المقاس الاول عدد الانطار اللي محتاجها 140 يعني هو كده مسهل عليها مش مخليني هحسب لكل مقاس الكمية اللي مطلوبة قد اين تمام ودي المقاس التاني مطلوب مني في مجمله بعدد البنطلونات المطلوبة كلها هياخد مني 130 متر وفي المقاس التالت هياخد مني 125 متر طيب بعد كده بيقول لي ان الكل بنطلون بيستهلك سستة واحدة تمام يبقى في الحالة دي زي ما احنا خدنا في الامثلة اللي فاتت هي السستة في العدد الكامل اللي هي في الطلبية المطلوبة كاملة هيطلع لي عدد السستة طيب 8 السستة 50 قرش وزي ما احنا عارفين ادم مديني بالقرش يبقى بقسم على المية عشان يتحول لجنيه كمان بيقول لي انه كل بنطلون بيستهلك بقرة خيط يبقى في الحالة دي برضو لما اجي يحسب كمية البكرات المطلوبة لتنفيذ الطلبية يبقى البقرة الوحدة في عدد الطلبية المطلوبة مني اللي هي عدد البنطلونات يبقى انا طلعت في الحالة دي كمية البكر المطلوبة مني وبيقول لي 8 50 قرش وزي ما اتفقنا الخمسين يبقى على المية عشان تقدر تتحول معايا لجنيه كمان مديني بيقول لي لازم تراعي معايا الأجور فمديني هنا مسهل برضو علي بيقول لي اجري اعداد النموذج يعني العامل اللي هيعمل لي البطرون تمام ويعمل لي الاعداد بتاعه هياخد 200 جنيه تمام طيب اجر القص والتفصيل للبنطلون الواحد يبقى كده اجر عامل القص بس للبنطلون الواحد هياخد جنيه هلاص زي ما انتوا شايفين كده جنيها واحدا لازم ناخد بالنا احيانا بيلغبطني في المسائل بتاعتي ويجيب لي الرقم مكتوب باللغة العربية يعني مش عامل لي رقم ففيه احيانا كتير طلبة بيت لغبطه فمعليش ناخد بالنا من طريقة قراءة المسألة كويس هو هنا كتب لي جنيها واحدا يعني معنى كده جنيه واحد ويقول لي ويتم التشغيل على اساس ثلاث خطوط انتاجية في الوردية الواحدة يعني انا عندي ثلاث خطوط تمام برضو لو تاخدوا بالكو كتبها لي هنا ثلاث باللغة العربية وليس بالارقام ناخد بالنا ويقول لي وكل خط به خمس ماكيناتي بانا في الحالة دي لازم اعرف عدد الماكينات زي ما اخدنا في المثال اللي فات في الثلاث خطوط هيبقى الخمسة في الثلاث خطوط عدد الماكينات في الخط الواحد خمسة في عدد الخطوط اللي هما الثلاث هيطلع لي عدد الماكينات وبما ان كل كل ماكينة لها عامل واحد يبقى في الحالة دي هيبقى عدد العمال اللي عندي برضو نفس الحكاية اللي هما الثلاثة في خمسة هيطلع لي خمساشر عامل هنشوف مع بعض في الخطوات نكمل بعد كده بيقول لي وكمية الانتاج في اليوم الواحد يعني كده قدرة المصنع على ان هي تطلع لي بتطلع لي 30 قطعة تمام يبقى انا برضو في الحالة دي من خلال النقطة دي هستفاد ايه هنشوف زي ما اخدنا في المثال اللي فات ممكن اقدر اعرف ان الطلبية اللي مطلوبة مني الكمية من البنطلونات دي هقدر اطلعها على كام يوم يبقى في الحالة دي هشوف الطلبية كلها كام عدد البنطلونات المطلوبة مني كام واسمها على الكمية اللي المصنع او قدرة المصنع بيقدر يطلعها في اليوم زي ما هو مديني في المعطيات اللي هم 30 قطعة يبقى العدد كامل على 30 اللي هو بيقدر يطلعه في اليوم الواحد من خلاله اقدر اعرف الطلبية دي هتقدر تخلص في خلال كام يوم تمام بيقول لي واجر العامل في اليوم 15 جنيه تمام اجر العامل في اليوم 15 جنيه طبعا المقصود به العامل اللي قاعد على المكنة تمام كده وهي مدهوني بالجنيه فمسهلها علي تمام اجرة التجهيز والكي مديني اهو زي ما انتم شايفين جنيه ونص برضو مش مدهاني بالقروش فكده هو مريحني ومخليني مش هقسمها ولا حاجة يبقى اجرة التجهيز والكي جنيه ونص للبنطلون الواحد يبقى انا برضو عشان اقدر اعرف اجرة العمال الخاص بالكي والتجهيز في الطلبية كاملة يبقى انا هياخد الجنيه ونص ده هتضربه في كمية البنطلونات اللي مطلوبة مني ويبقى في الحالة دي هقدر اعرف هياخد مني قديني كمان بيقول لي ما تنسانيش في الارباح اهو بيقول لي واضافة 25% طبعا دي بتبقى مصاريف ادارية وارباح هضيفهم لمجموع التكاليف تمام كده طيب بعد المعطيات اللي منديهاني دي كلها ايه المطلوب مني انت عايز في الاخر اعمل لك اسقط او اركز لك على ايه بيقول لي اول حاجة عايز اعرف كمية وثمن القماش اللازم للبنطلون في كل مقاس على حدة تمام يبقى لازم اعرف البنطلون في المقاس الاول بياخد كام قماش وتمن وقد ايه وفي التاني نفس الحكاية وفي التالت نفس الحكاية بقى كمية وثمن القماش اللازم للبنطلون الواحد في كل مقاس على حدة تاني طلب طالبه مني تكلفة الخمات المساعدة للكمية المطلوبة طبعا الخمات المساعدة زي منها الالسوسة اللي هو طالبها مني وهو كمان الخيوط اللي هي لازمة لعملية الحياكة بتاعتيه بقى الخمات المساعدة لازم ناخد بالنا ان هي الالسوسة والخيوط تمام عندي كمان طالب جملة التكاليف بقى بوجه عام وقدم طلب مني جملة التكاليف يبقى في الحالة دي هتبقى أسمان الخمات الأساسية اللي هو القماش المستخدم زائد جملة أسمان الخمات المساعدة اللي هي الالسوسة والخيوط دي كده جملة التكاليف كمان بيضيف لها نسبة أجور العمال أو أسمان أجور العمال أو تكلفة أجور العمال هو عايز التكاليف بوجه عام وكمان هيجي يقول لي ما تنسانيش زي ما قال لي ما تنسانيش في الارباح يبقى بنضيف لها برضو نسبة الربح بتاعة المصنع دي كلها مع بعض كده بتبقى جملة التكاليف هيجي بعد كده يقول لي طلع لي ثمن ثمن البيع الخاص بالبنطلون الواح طيب نيجي نشوف كده مع بعض هنبتدي ازاي هنبتدي اول حاجة بيقول لي عدد البنطلونات في كل مقاس انا الطلبية اللي مطلوبة مني قد ايه كان قيل لي ساعتها 300 بنطلون طيب هو قال لي ساعتها لو تفتكروا انا عايز 3 مقاسات 3 مقاسات للبنطلونات وبتكون بنسب متساوية يبقى معنى كده ان التلتمية اللي عندي دول هقسمهم على 3 مقاسات اللي هو طالبهم مني مهما قال ليش واحد كميته اكبر من التاني هو قال لي الكميات تكون متساوية يبقى في الحالة دي هو ريحني وهقسم على التلاتة يبقى عدد البنطلونات في المقاس الواحد التلتمية اللي هي الطلبية كاملة على التلات مقاسات اللي موجودين اللي هو طالبهم مني يبقى لكل مقاس هحتاج 100 بنطلون يبقى التلتمية على التلاتة هيديني الميت بنطلون طيب كمية القماش اللازمة للبنطلون الواحد في المقاس الاول هو كان مديني ان هي بتاخد مني 140 طيب يبقى على المية عشان يطلع لي ان البنطلون الواحد هياخد مني متر واربعين سنطي خلاص كده ما احنا اتفقنا ان كمية البنطلونات للمقاس الواحد مية وانا عندي كله كان هو مدهوني في المعطيات ان المقاس الاول كله على بعضه بياخد مني مية واربعين متر طب انا عايز اعرف للبنطلون الواحد يبقى باخد الكمية كاملة اللي هي المية واربعين على عدد البنطلونات الخاصين بالمقاس الواحد اللي هما طلعوا مية في المقاس الاول هيديني لكل بنطلون هحتاج متر واربعين سنطر طيب في المقاس الثاني برضو نفس الحكاية هو كم تدي لي ان جملة كمية القماش اللازمة للمقاس الثاني ادي كمية القماش اللازمة للبنطلون الواحد في المقاس الثاني ادي المية وثلاثين كاملين على المية اللي هي عدد البنطلونات في المقاس ده هيديني ان البنطلون الواحد في المقاس الثاني هياخد متر وثلاثين سنطر طيب نفس الحكاية عايز اعرفها للمقاس الثالث هادي كمية القماش اللازمة للبنطلون الواحد بس المراضي في المقاس الثالث هو كم يديني ان كلهم على بعض المقاس كله هيديني 125 متر طيب عدد البنطلونات في المقاس الثالث كام؟ 100 يبقى 125 اللي هي مجموع عدد الانطار كاملة على المية اللي هي عدد البنطلونات في المقاس ده هيديني متر وربع أو 125 هو المتر وربع بتاعي يبقى البنطلون الواحد في المقاس الثالث بياخد معايا متر وربع تمام؟ طيب عايزة اعرف بقى تمال القماش في المقاس الواحد ده قد ايه؟ احنا اتفقنا ان في المقاس الاول خد البنطلون معايا متر واربعين سنتي تمام؟ طب هو كان ايلي ان سعر المتر في المعطيات كان يديهوني 40 جنيه يبقى هضرب المتر واربعين سنتي في الاربعين جنيه هيديني ان القماش بس اللي انا هستخدمه للبنطلون في المقاس الاول هيبقى 56 جنيه طيب عايز اعرف سمن القماش البنطلون طبعا البنطلون واحد في القماش التاني احنا طلعنا ان البنطلون في المقاس التاني بياخد متر و 30 سنطي في السعر اللي هو في الاربعين هيديني 52 جنيه طيب 8 القماش في البنطلون التالت او في المقاس التالت احنا برضو اتفقنا ان البنطلون في المقاس التالت هياخد معايا متر وربع في سعر القماش اللي هو كان سعر المتر الواحد اربعين يبقى المتر وربع في الاربعين هيديني خمسين جنيه طيب يبقى انا في الحالة دي اقدر اعرف كمية القماش اللازم لجميع البنطلونات زي ما هو كان طالب مني في المعطيات هقول اه طبعا المية واربعين كاملين للمقاس الاول زائد المية وثلاثين كاملين للمقاس التاني والمية خمسة وعشرين للمقاس التالتي يبقى مجموعهم مع بعض كده هياخد مني تلتمية خمسة وتسعين متر يبقى دي كده حاجة اساسية من اللي هو كان طالبها مني او مطلب من المطالب اللي هو كان طالبها مني كمية القماش اللازم للبنطلونات كاملة او للطلبية كاملة مجموعهم مع بعض هيديني تلتمية خمسة وتسعين متر طيب كان طالب برضو من المعطيات جملة اسمان القماش اللازم لجميع البنطلونات احنا كنا مطلعينهم كام هياخد مني تلتمية خمسة وتسعين متر دلوقتي طيب التلتمية خمسة وتسعين في ايه في سعر المتر الواحد اللي هو الاربعين جنيه هيديني خمستاشر الف وتمنمية جنيه يبقى كده في الحالة دي انا قدرت اوصل للمطلب الاولاني اللي هي جملة اسمان الخمات الاساسية او جملة اسمان القماش المطلوبة لتنفيذ طلبية البنطلونات كاملة على بعض جبنا الكمية اللازمة من القماش اللي هيتنفذ عليها طلبية البنطلونات في التلات مقاسات جمعتهم مع بعض ودربتهم في سعر المتر الواحد من القماش اداني جملة الاسمان كاملة اللي هي طلعت معايا خمستاشر الف وتمنمية جنيه دي كده بالنسبة لي اسمان الخمات الاساسية طب نيجي نشوف بقى بعد كده عايز اعرف الخمات المساعدة زي ما اتفقنا هنبتدي اهو في سمن السست زي ما احنا عارفين قلنا ان طلب مني في المعطيات ان الكل بنطلون سستة واحدة تمام ادي السستة الواحدة طيب انا طالب مني الطلبية كاملة كام بنطلون ادي تلتمية يبقى انا عشان خاطر اجيب الكمية اضربت الواحد في التلتمية طيب طب والتمن ده اهو كان قيل لي خمسين قرش فانا عملت الخمسين على المية زي ما اتفقنا ان انا احيانا اقدر اجيب التمن على بعضه الكمية والتمن في خطوة واحدة ادي التلتمية اللي هم عدد طلبية البنطلونات كاملة في السستة الوحدة لكل بنطلون وضربتها في سعر السستة اللي هي الخمسين على مية عشان هو كام الديني خمسين قرش كام الدهاني بالقرش فانا بقى طبيعي بقسم على مية لما بضرب الحزبة دي وبقسمها على مية بيطلع لي مية وخمسين جنيه طيب هاجي بعد كده خامة تانية من الخامات المساعدة كانت بكر الخيط فانا برضو هعمل الكمية مع السمن في خطوة واحدة فهقول هنا التمييز بتاعي المبدئي سمن بقرة الخيط هو كان قيل لي ان الكل بنطلون هحتاج بقرة خيط فنفس الحكاية ادي كل بقرة اللي هي بقرة واحدة اهي في الطلبية كاملة اللي هما التلتميت بنطلون كان قيل لي ان تمن البقرة خمسين قرش ففي الحالة دي عملتها خمسين على مية نبقى انا برضو هضرب التلتمية في الواحد في الخمسين واسمهم على المية عشان اقدر اطلع باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ايجي للنقطة اللي بعديها اللي هي جملة اسمان الخمات المساعدة اللي هي السسط والخيط ادي 150 زائد 150 طلعلي 300 جنيه يبقى دا كان مجموع اسمان الخمات المساعدة اللي موجودة عندي في الطلبية ادي 150 زائد 150 اداني 300 جنيه طيب هو كان طالب مني ايه جملة اسمان الخمات اللزمة لجميع البنطلونات زي ما اتفقنا واحنا قلنا قبل كده إن أدام جملة الأسمان يبقى أنا هضيف الخمات الأساسية 8 الخمات الأساسية للطلبية كلها زائد أسمان الخمات المساعدة للطلبية برضو كلها زي ما احنا جبناها السوسة زائد البقر الخيط هنجمع الاتنين مع بعض حتى نقدر أجيب جملة الأسمان كاملة هنشوف كده كان ثمن القماش بتاعي 15800 جنيه زائد الخمات المساعدة عندي اللي هي اتطلعت معي 300 جنيه بجمعهم الاتنين مع بعض بيديني 16100 جنيه بقى كده جملة الأسمان الخاصة بالخمات كلها اللازمة لجميع البنطلونات 16100 جنيه خلاص طيب ما تنساش الأجور تمام دي أول حاجة عندي كان هو مدهاني سهلة في المعطيات إن أجرت تجهيز النموذج أو البترون كان العامل بياخد عليه 200 جنيه طيب نيجي الخطوة اللي بعديها قال لي أجر القص والتفصيل كان العامل بياخد جنيه على كل بنتلون صحي كده فاحنا ساعتها قلنا الجنيه في الطلبية كاملة اللي هم التلتمية هيديني في الآخر 300 جنيه يبقى أجرة القص والتفصيل كان العامل بيتحاسب بالقطعة وبما إنه هو في القطعة الواحدة بياخد جنيه يبقى هضرب الأجرة في عدد القطع يبقى 300 جنيه معي طيب نيجي بعد كده أنا عايز أشوف أجرة العمال أو العاملات اللي موجودين عندي في مراحل التشغيل فأنا هجيب الأول عدد العمال وبعد كده هحسب الأجرة بتاعتهم عدد العمال لو تفتكروا كان قايل لي إنه هو ثلاث خطوط إنتاج تمام؟ في الخط الواحد كان فيه خمس ماكينات إحنا قلنا ساعتها إنه هضرب عدد الماكينات في عدد خطوط الإنتاج عشان أقدر أعرف كام مكينة عندي موجودة في الثلاث خطوط وعلى أساسها هيكون هو ده عدد العمال أو العاملات باعتبار إنه كل مكينة بيبقى قاعد عليها عامل واحد أو عاملة واحدة يبقى في الحالة دي أنا ضربت الثلاث خطوط الإنتاج اللي هم عددهم الثلاثة في الخمس ماكينات إنه لكل خط خمس ماكينات يبقى الثلاثة في خمسة زي ما هنشوف معايا كده طلع معايا خمستاشر مكينة اللي هم هيدوني خمستاشر عاملة طيب أجرة العاملات في اليوم الواحد والله هو كان قايله إنه كل عامل موجود على المكينة بياخد خمستاشر جنيه في اليوم جات معايا قادي الخمستاشر جنيه في الخمستاشر عاملة اللي هم عددهم اللي قاعدين على المكان طلع معايا ميتين خمسة وعشرين جنيه المصنع بيتكلف أو بيدفع أجور لعاملات التشغيل أو اللي قاعدين على المكينة ميتين خمسة وعشرين جنيه في اليوم طيب عدد أيام إنهاء الطلبية أنا عايز أعرف هسلم الطلبية دي في خلال قد إيه لو تفتكروا برضو هو كان مديني وقال لي إنه قدرة المصنع في اليوم الواحد قد كده إنه هو يقدر يطلع لي 30 بانطلون صح كده ساعتها إحنا قلنا هنقدر نعرف إنه هنسلم الطلبية دي بعد قد إيه قلنا ساعتها إن عدد الطلبية كاملة الخاص بالبانطلونات اللي هما كانوا 300 هقسمه على قدرة المصنع في اليوم الواحد اللي هو 30 قطعة زي ما هنشوف كده معانا هيطلع لي 300 على 30 هيديني 10 أيام يعني معنا كده إن المصنع يقدر ينجز لي الطلبية دي في خلال 10 تيام طيب أجرة العاملات في جميع الأيام هي بتاخد في اليوم الواحد 10 لا هي الطلبية كلها تخلص في خلال 10 أيام وجملتهم في الأجور كلهم مع بعض بياخدوا 225 جنيه يبقى في عدد أيام الطلبية كلها ياخدوا 2250 جنيه هنحسب بقى بعد كده مع بعض أجرة الكي ومجموع أجور العمال هقدر أحسب إجمالي التكلفة ومن ينساش بعد كده هضيف المصاريف الإدارية بتاعتي والأرباح بتاعة المصنع اللي هي تبقى 525 على 100 زي ما احنا عارفين ولما في الآخر بأخد المجموع النهائي ده وبقسمه على عدد الطلبية اللي هم 30 بنطلون عشان أقدر أطلع تمن البنطلون الواحد معايا بيكون أدقي أو أقدر أنا كصاحب مصنع أبيعه بكام وبكده يكون المثال بتاعنا خلص وبكده للأسف بتكون خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة أتمنى تكونوا استفدتوا منها وترجعوا كده القوانين اللي احنا أخدناها الخاصة بالأجور والخاصة بنسبة الأعطال والخاصة بحساب العمر الاستهلاكي للمكينة وإزاي أقدر أضيفه على سعر المنتج وفي الآخر بقدر أحقق الربح لصاحب المصنع نتطبق عليه بكذا مثال ونشوف لو فيه أي حاجة وقفت قدامنا أتمنى أن تتابعونا على الموقع بتاعنا واشكركم وإلى اللقاء في حلقة قدمة إن شاء الله